النهاردة كان فيه قمة مهمة جدا وأعتقد أنها فريدة من نوعها قمة سوداسية بتجمع عدد من الدول العربية والأجنبية في صحراء النقب النقب طبعا إحدى المناطق اللي موجودة في فلسطين المحتلة وتابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي اجتمع وزراء خارجية ست دول في مقدمتهم مصر والإمارات والبحرين والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وبنقول أن هي قمة فريدة من نوعها لأنه لأول مرة يجتمع العدد ده من الدول وطبعا فيه منطقة يعني خضع للاحتلال الإسرائيلي وتعتبر القمة برعاية أمريكية إسرائيلية وأهم المحاول اللي تم الحديث فيها في هذه القمة دفع عملية السلام من خلال حل الدولتين الدولة الفلسطينية والدولة الإسرائيلية ده اللي أكد عليه السفير سامح شكري وزير الخارجية المصري اللي كان بيشارك ممثلا للدولة المصرية في هذه القمة وهي زي ما قلت لحضراتكم كانت قمة بيشترك فيها وزراء الخارجية يعني كانت على مستوى وزراء الخارجية السيد سامح شكري أكد على دور مصر الداعم للقضية الفلسطينية وحل الدولتين اللي لا مفر منه وأنه بالتأكيد مصر بتدعم جدا الاستقرار والحفاظ على كافة الحقوق الخاصة بالشعب الفلسطيني والتأكيد على حقه في دولته وأنه يكون ليه سلطته وحكومته ورئاسته وحقوقه السياسية والاجتماعية بشكل كامل مع الحفاظ على كل المكتسبات اللي اكتسبها طوال الفترات الماضية والحقيقة القمة دي بتيجي في وقت بقالنا فترة طويلة ويمكن سنوات طويلة عدت فيه نقدر نقول فطور أو سكون في عملية السلام ما بين الجانب الإسرائيلي والجانب الفلسطيني في الوقت اللي احنا بنشهد فيه الفترة اللي فاتت والسنوات اللي فاتت تحديدا حالة من الحراك يعني مشهودة جدا في التطبيع مع إسرائيل من دول عربية زي الإمارات زي البحرين زي المغرب زي دول أخرى أعلنت عن التطبيع مع إسرائيل في الوقت اللي فات وعلشان كده اجتمعوا في هذه القمة لبحث عملية السلام والتأكيد على حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني وأهمية دفع جهود يعني إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط عايز أقول لحضراتكم أنه كمان من أهم المشاركات اللي حصلت في القمة كانت لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن واللي أكد على ساعته وتقديره الكبير جدا لمشاركته في القمة بحضور أطراف هو قال كده حسب كلماته كان من المستحيل أن نفكر في يومنا الأيام أنهم يجتمعوا مع بعض وطبعا بيشير لدول عربية زي الإمارات والبحرين والمغرب مصر عارفين أنه من 73 في حالة من السلام المعلن والتطبيع الرسمي ما بين مصر وإسرائيل على مستوى القيادات السياسية لكن الدول العربية الأخرى ما كانش فيه ده وعلشان كده وزير الخارجية الأمريكية أشار إلى أنه النهاردة إحنا بنشهد لحظة تاريخية حسب وصفه لاجتماع دول كانت في حالة عداء مستمر مع إسرائيل حسب كلماته والنهاردة بتجتمع من أجل إقرار عملية السلام ودفعها للأمام أشار كمان بلينكين إلى أنه بيتضامن كدولة أمريكية وكرئاسة أمريكية مع كل ضحايا الحروب اللي بيسقطوا بغض النظر عن انتماءاتهم أو جنسيتهم وطبعا هو بيشير للضحايا اللي بيسقطوا سواء من الجانب الفلسطيني أو من الجانب الإسرائيلي وأكد على أنه بيقدر جدا الدور اللي بتقوم بمصر في دعم الاستقرار ودفع عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط وكمان الدفاع عن حقوق أو حل الدولتين في منطقة الشرق الأوسط قمة مهمة وكان فيها مشاركة وسعة زي ما قلت لحضراتكم ست دول في مقدمتها مصر والإمارات والبحرين والمغرب وطبعا الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل نتمنى أنها تأتي بسمار أو تأتي بسمار إيجابية في الوقت القريب لتعزيز عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط ترجمة نانسي قنقر